تانية هنبدأ معكم بالحوار الوطني وقطار الحوار الوطني يستأنف رحلته إلى الجمهورية الجديدة جمهورية تتسع لجميع القوة جمهورية تهتم بقضايا الوطن والمواطن وترحب بالرأي والفكر البناء في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية أيضا الاقتصادية النهاردة استأنف مجلس أماناء الحوار الوطني اجتماعاته ببقر الأكاديمية الوطنية للتدريب شاء يستكمل تجهيزات بدء الجلسة الافتتاحية للحوار المقرر عقدها في مايو القادم ناقش الاجتماع ووضع تصور نهائي للجلسة الافتتاحية كمان لمسات الأخيرة للأسماء المشاركة في الجلسة الافتتاحية اللي هتشهد حشد كبير جدا من كل القوى السياسية